لغتان متبينتان بين المملكة العربية السعودية وبين ميليشيا الحوثي يقول قادة الحوثيين إن القوة هي الطريقة الوحيدة لحمل التحالف على القبول بالسلام هذا التصريح ترجمه الحوثيون بإسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف من نوع تورنيدو في سماء محافظة الجوف قبل يومين أما التحالف فيقول إنه مستعد للحوار مع الميليشيا رغم التصعيد الحادث في اليمن وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن قال إن الكرة في مرمى الحوثيين فهم من يجب أن يقرروا إن كانوا يريدون السلام أم فرض السيطرة بالقوة مدللا على ذلك بأن المملكة خفضت نشاطها العسكري على الأرض في اليمن بنسبة 98% وأنه بقي على الأطراف الأخرى أن يركزوا على الوصول إلى اتفاق سير المحادثات بين السعودية والحوثيين ليس مباشرا فقد وصفه وزير خارجية السعودية بأنه مستمر عبر قناة خلفية تصريح فرحان جاء فيه أيضا بأن نتائج الحوار ستصب في مصلحة اليمنيين لكن الوزير لم يقل من ميونيخ لماذا تغيب السلطة الشرعية لليمن ممثلة بالرئيس هادي عن هذا الحوار الثنائي إن كان يصب في مصلحة اليمنيين لا نتائج حتى الآن عن أي حوار مباشر أو غير مباشر بين الطرفين الذين يتحاوران عبر قنوات خلفية منذ سبتمبر الماضي ملفات عدة تفشل فيها السعودية مجددا سياسيا وعسكريا فلا هي قادرة على إدارة حوار ناجح مع الحوثيين والتوصل إلى نتائج من شأنها إيقاف الحرب ولا هي قادرة أيضا على الضغط على الأطراف داخل معسكر الشرعية لتنفيذ اتفاق الرياض في المحافظات الجنوبية وإغلاق ملف واحد من ملفات الحرب الكثيرة المفتوحة